الخضر والفواكه كاروتس جزر بطاطس بصل بازلاء غريم بينز فصل ياء بينز فول غريم بومبكين قرع أخضر بومبكين يقطين ايج بلانت بدين جان أرتيشوك أرتيشوك أرضي شوكي بيت شمندر كاليفلاور كاليفلاور قرنبيط سبيناتش سبانخ تورنيب تورنيب الليفت كيوكمبر خيار رديشز فجل بيت 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 فلفل بروكولي غارليك الثوم سلري سلري كورفوس تماتيوس طماطم ليك البصل الأخضر لتس خس كابج الكرنب فروتز الفواكه بنانا موز أبل أبل تفاه ستروبيري فارولة بنائبل 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 أناناس أبريكت أبريكت مش ميش بيتش بيتش خوغ واتر ميلون بطيخ ميلون شمام شيري 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 كرز آبا آبوا آبوا avocado kaki kiwi coconut jowzul hind fig fig orange orange lemon 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 pomegranate pomegranate aroman papaya papaya blueberry blueberry toot raspberry raspberry toot مصطلحات طبية باللغة الإنجليزية medical terminology virus 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 infection 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 adwa patient 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 mary immunity 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 mena'o diagnosis 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 tashkis treat treat تعالج diarrhea diarrhea ishale fever 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 humma tusneeze 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 runnin'o 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 seyalan'o alf headache 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 suda'o colleague 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 mugs stethoscope 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 سماعة الطبيب breathing 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 التنفذ prescription 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 وصفة طبية appetite 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 شهية airway 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 مجرى الهواء anemia 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 فقر الدم bleeding 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 نزيف blood clotting blood clotting blood clotting تجلط الدم blood blood pressure blood pressure blood pressure ضغط الدم blood transfusion blood transfusion blood transfusion نقل الدم cesarean section cesarean section عملية قيصرية chemotrapi 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 علاج كماوي chronic 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 مزمن كامة كامة غيبوبة complications complications مضاعفات shock shock صدمة أمراض معدية مرض السكري الهضم التهاب الكبد ارتفاع ضغط الدم ورم راش طفح جلدي قصور الكلي سكتدي ماغي ورد الخصوبة ابورشن ابورشن اجهاد انكيوبيشن احتضان المرض تشك 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 يختنق صحي صحي باك كيك باك كيك باك كيك ألم الظهر هارت هارت اتاك هارت اتاك نوبة قلبية او جلطة هارت ادكشن 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 ادمان اكيوت 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 هاد اجه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناتنا BTM Learning English والذي سنتعرف فيه على الفصول الرابعة تابعوا معنا ولا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط سر الجرس ليصلكم كل جديد سبرينغ الرابعة سبرينغ الرابعة سامر الصيف سامر الصيف آتم آتم الخريف آتم آتم الخريف winter winter الشتاء winter winter الشتاء والآن سنسألكم بعض الأسئلة لنرى إذا ما كنتم تذكرتم أسماء الفصول وعليكم أن تكتشفوا الفصل من خلال الصور ما اسم هذا الفصل it is spring it is spring هذا فصل الربيع what season is it what season is it ما اسم هذا الفصل it is summer it is summer هذا فصل الصيف what season what season is it what season is it ما اسم هذا الفصل it is autumn it is autumn هذا فصل الخريف what season what season is it what season is it ما اسم هذا الفصل it is winter it is winter هذا فصل الشتاء شكرا على حسن متابعتكم والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله والذي سنتعرف فيه على حالات التقس موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتنا BTM Learning English لتعلم لغة إنجليزية إذا كنتم أول مرة تزورون على القناة فلا تنسوا الاشتراك والتفعيل جرس للتوصل بكل جديد ومشاركتها مع الأصدقاء لتعم الفائدة Hi everyone and welcome في هذا الفيديو سنتعرف على حالة الطقس wither wither الطقس wither wither الطقس حالات الطقس sunny sunny مشمس sunny sunny مشمس windy 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 عاصف windy windy عاصف cloudy cloudy غائم cloudy cloudy غائم ريني ريني ماتر ريني ريني ماتر stormy 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 عاصف stormy stormy عاصف snowy 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 متلج snowy snowy متلج hot 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 حار hot 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 حار warm 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 cold 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 barred cold 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 barred cold 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 متجمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا BTM Learning English في فيديو اليوم إن شاء الله سنتعرف على الشهور والأيام باللغة الإنجليزية Months and Days Months and Days الشهور والأيام Months Months شهور Months Months e Networks January 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 yana Herr February 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 March مارس أبريل مي جون يونيو جيلاي يليوز أغست غشت سبتمبر شتن بير أكتوبر أكتوبر نوفمبر 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 نوانبر ديسامبر ديسامبر دجمبر دجمبر دي دي يوم ديز ديز الأيام والآن مع أيام الأسبوع موندي موندي الاثنين جوزدي جوزدي التلثاء وينزدي وينزدي الاربعاء ثورزدي الخميس فرايدي الجمعة ساتردي السبت ساندي 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 الأحد والآن سنرى بعض العبارات المتعلقة بالشهر وبأيام الأسبوع ويك ويك أسبوع ويكس ويكس أسابيع ويكيند ويكيند نهاية الأسبوع لاست ويك لاست ويك الأسبوع الماضي نكست ويك نكست ويك نكست ويك القادم لاست منت لاست منت لاست منت الشهر الماضي نكست منت نكست منت نكست منت الشهر القادم ماهي الماضي ويكيند سنة 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 السنة المقبلة اليوم 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 البارحة غدا 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 ثلاثة 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 سنوات ثلاثة سنوات ثلاثة 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 مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناتنا BTM Learning English واليوم سنتعرف على أفراد العائلة Family members Father Father الأب Mother Mother الأم Brother Brother الأخ سيستر سيستر الأخت chied fifth الصغر grandfather الجد grandmother جود غراند دوتر الأشياء الغد الغراند دوتر هفيد سنة الغراند دوتر سنة Grandson حفيد Daughter Daughter الإبنة Son Son الإبن Uncle Uncle الخال أو العم Aunt Aunt cousin cousin أبناء العم أو العمة أو أبناء الخال والخالة ذكورا أو إيناد nephew nephew ابن الأخ أو ابن الأخت niece 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 ابناء الأخ أو ابناء الأخت wife wife زوجة husband husband زوج twin توئم baby baby طفل رضي toddler طفل صغير يبدأ المشي teenager مراهق adult راشد أو بالغ single 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 أعزب married married متزوج أو متزوجة engaged 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 خاطب أو مخطوبة separated 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 منفصل أو منفصلة divorced divorced مطلق أو مطلقة grandparents 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 الجد والجدة parents الوالدين child طفل children 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 أطفال widow 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 أرملا widow widow أرمل ماريج 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 زواج wedding ويدين ويدين حفلة الزواج bride برايد عروسة stepfather stepfather زوج الأم stepmother زوجة الأب stepson ابن الزوج أو ابن الزوجة stepdaughter 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 ابن الزوج أو ابن الزوجة stepbrother stepbrother أخ غير شقيق stepdaughter 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 أخت غير شقيق mother in law mother in law حمات أم الزوج أو أم الزوجة father in law father in law أبو الزوج أو أبو الزوجة son in law son in law son in law صهر أو زوج الإبنة daughter in law daughter in law زوجة الإبن sister in law sister in law أخت الزوج أو أخت الزوجة brother in law brother in law brother in law أخ الزوج أو أخ الزوجة Thank you very much for your listening شكرا لكم على حسن متابعتكم ونلتقي في الدرس القادم إن شاء الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناتنا BTM Learning English اليوم إن شاء الله سنتعرف على عبارات الشكر فعندما نتكلم عن عبارة الشكر فالكثير مننا لا يعرف سوى عبارة Thank you والتي تعني شكرا لك ويجهلون الكثير من العبارات المستخدمة للشكر لذا في هذا الفيديو فقد جمعنا لكم خمسة عشر طريقة للشكر في اللغة الإنجليزية 15 ways to say thank you I owe you one أنا مدين لك You are great أنت عظيم I'm in your debt أنا مدين لك Thanks a million Thanks a million Thanks a million مليون شكرا Thanks a bunch Thanks a bunch Thanks a bunch أشكرك كثيرا I do not know how to thank you I do not know how to thank you لا أعرف كيف أشكرك That's so kind of you That's so kind of you هذا لطف منك I appreciate it I appreciate it أنا أقدر ذلك I am very thankful أنا ممتن جدا أنا ممتن جدا Thank you very much شكرا جزيلا لك You are the best You are the best You are the best أنت الأفضل My gratitude knows no bounds My gratitude knows no bounds إمتناني لا يعرف حدودا I'm grateful for your assistance I'm grateful for your assistance أنا ممتن لمساعدتك I don't have the words to thank you I don't have the words to thank you ليس لدي الكلمات لشكركم Please accept my deepest thanks Please accept my deepest thanks أرجو أن تتقبلوا خالص شكري وهذه كانت بعض الطرق لقول شكرا لك باللغة الإنجليزية إلى اللقاء في فيديو قادم وعبارة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناتنا BTM Learning English إذا كنتم أول مرة تزوروا القناة فلا تنسوا الاشتراك وضغط زر الجرس للتوصل بكل جديد اليوم إن شاء الله سنرى معا عبارات شائعة الاستخدام لتقوية رصيدنا المعرفي Phrases commonly used in our daily life عبارات شائعة الاستخدام في حياتنا اليومية ونبدأ بأول عبارة وهي I wish you success in your work I wish you success in your work أتمنى لك النجاح في عملك العبارة الثانية Allow me to introduce you to my friend اسمح لي أن أعرفك بصديقي العبارة الثالثة I would like a cup of tea I would like a cup of tea أريد فنجانا من الشاي العبارة الرابعة Do you have free time? Do you have free time? هل لديك وقت فراغ؟ ونمر إلى العبارة الخامسة وهي Your taste is so wonderful ذوقك رائع للغاية والعبارة السادسة Thank you for your visit شكرا على الزيارة Let's move to the next I did not mean that I did not mean that لم أقصد ذلك وأيضا العبارة التالية This is the right time This is the right time هذا هو الوقت المناسب والتي تليها I wish you soon recover I wish you soon recover أتمنى لك الشفاء العاجل ونمر إلى التالية Thank you for your interest Thank you for your interest شكرا لاهتمامك ونمر إلى العبارة التالية أيضا Is the house for sale? Is the house for sale? هل المنزل للبيع؟ Please take me to this address Please take me to this address الرجاء أخذي إلى هذا العنوان نمر إلى العبارة التالية أيضا Give me your number phone Give me your number phone أعطني رقم هاتفك والعبارة التي تليها I have no problem I have no problem ليس لدي مشكلة والعبارة التالية Have a seat please Have a seat please تفضل بالجلوس والعبارة التالية هي You're very generous You're very generous أنت كريم جدا Everything is ready Everything is ready كل شيء جاهز Be careful Be careful كن حذرا Everyone know that Everyone know that الجميع يعلم ذلك This is very annoying This is very annoying هذا مزعج جدا نمر إلى العبارة التالية I can't hear you I can't hear you لا أستطيع سماعك I'm really grateful أنا ممتن جدا نمر أيضا That's so kind of you That's so kind of you ذلك لطف منك I have no idea I have no idea ليس لدي فكرة I'm not really sure I'm not really sure أنا لست واثقا No worry about it No worry about it لا تقلق حيال ذلك نمر إلى العبارة التالية I am starving I am starving أنا جائع جدا Excuse me Do you know what time is it? Excuse me Do you know what time is it? معذرة هل تعرف ما هو الوقت الآن؟ I am learning English I am learning English أنا أتعلم الإنجليزية What do you mean? What do you mean? ماذا تقصد؟ وآخر عبارة I am sorry for being late I am sorry for being late أنا آسف على التأخير شكرا على حسن متابعتكم ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم من جديد على قناتنا BTM Learning English لتعلم لغة الإنجليزية في هذا الفيديو إن شاء الله سنتعرف على الطريقة الصحيحة للتعريف عن نفسك تعتبر كيفية تقديم نفسك في اللغة الإنجليزية أمر ضروري وفي غاية الأهمية سواء للمبتدئين أو للدارسين وأيضا في مجال العمل قد يكون صعبا على بعض الأشخاص عند سؤالهم عرف عن نفسك introduce yourself وقد يراه البعض الآخر سهلا لكن قد يواجه مشكلة في تحديد النقاط التي يجب ذكرها عندما يطلب منه التحدث عن نفسه قد تختلف طريقة صياغة السؤال لكن الإجابة تكون واحدة لدينا هنا طريقة صياغة السؤال للتعريف عن نفسك والعبارة الشائعة هي حددني عن نفسك أو أو يمكننا تقسيم الحديث عن أنفسنا إلى خمسة أقسام لترتيب الأفكار وسردها بشكل منتظم لدينا أول شيء لمعلومات الشخصية personal information ثانيا التعليم education ثالثا خبرات العمل work experience رابعا الهوايات hobbies خامسا المهارات الشخصية personal skills بالطبع فأول شيء نقوم به أو تقوم به عندما تقابل شخصا جديدا أو حتى عند مقابلة للحصول على وظيفة تعرف عن نفسك بذكر الإسم العمر الجنسية والمكان الذي تعيش فيه مثلا my name is Sarah أنا اسمي سارة I am 19 years old عمري 19 سنة I am from Morocco أنا من المغرب I live in Marrakesh with my family أعيش في مراكش مع أسرتي I have three brothers and one sister لدي ثلاثة إخوة وأخت واحدة بعد تقديم المعلومات الشخصية تتحدث عن المستوى الدراسي أو المستوى التعليمي سواء كنت طالب في المدرسة أو جامعي أو حتى متخرج من الجامعة مثلا I am a student أنا طالب I am a student at your university or I am a student at faculty of يعني أنا طالب في جامعة وتذكر اسم الجامعة أو كلية وتذكر كذلك الاسم بمعنى لقد تخرجت من جامعة كذا كذا أو من كلية وتذكر أيضا الاسم بعد ذلك تنتقل للحديث عن العمل وذلك من خلال ذكر طبيعة العمل والوقت منذ انضمامك اسم الشركة مثلا إلى غير ذلك طبعا هذه للناس العاملين وليس للأطفال المتمدرسين خبرات العمل Work experience Example I am a teacher I am a teacher أنا أستاذ I am teaching Spanish أنا أدرس اللغة الإسبانية Science 2017 till present time منذ سنة 2017 وحتى الوقت الحاضر أليس Bueno أعجب بعد ذلك يمكنك الحديث عن الهوايات والأنشطة المحببة إليك وهذه هي الطريقة الأساسية لذكر هواياتك التي تحب دائما القيام بها هواياتي هي المطالعة والسباحة ويمكنك أيضا استخدام هذه الصيغة وأخيرا المهارات الشخصية وهي الأعمال التي تقوم بها بشكل مميز وتتقنها مثلا مهارة استخدام الكمبيوتر أو الحاسوب كبرامج إكسيل والوورد أو مهارة تحدث اللغات مثلا أنا يمكنني استعمال الحاسوب كبرامج الوورد والإكسيل بشكل جيد جدا وأستعمله في العمل أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو وأريدكم أن تعلموا أيضا أن اللغة الإنجليزية لا تعتمد فقط على الحفظ بل الممارسة الدائمة والسعي لتطوير كافة المهارات سواء القراءة الكتابة أو السماء دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في درس جديد على قناتنا BTM Learning English اليوم سنتعرف على مجموعة من العبارات المهمة في التواصل باللغة الإنجليزية طريقة نطقها وكتابتها سنفتتح ببعض العبارات التي نستعملها لإلقاء التحية إلقاء التحية باللغة الإنجليزية Greetings Greetings Hello Hi Hello Hi Good morning Good morning Good morning سباح الخير Good evening Good evening مساء الخير Goodbye Goodbye مع السلامة Good day Good day Good day يوم سعيد How are you How are you كيف حالك Fine Fine بخير I'm fine I'm fine Thank you I'm fine Thank you أنا بخير شكرا لك Very well Very well جيد جداً أو بصحة جيدة And you And you وأنت أو وأنتم Me too I'm fine Me too I'm fine وأنا أيضاً بخير والآن سننتقل لتعرف على عبارات أخرى للتواصل What's your name What's your name ما اسمك My name is Salah My name is Salah My name is Salah Ismi Salah It's nice to meet you It's nice to meet you سعيد بمقابلتك أو من اللطيف لقاءك It was nice talking to you It was nice talking to you سعيد بالتحدث إليك What's up What's up ما الجديد What's new What's new ما الجديد Welcome Welcome أهلاً وسهلاً Have a nice day Have a nice day Have a nice day نهارك سعيد See you soon See you soon أراك قريباً See you later See you later أراك لاحقاً Good night Good night ليلة سعيدة Thank you Thank you شكراً لك Thank you so much Thank you so much شكراً جزيلاً You are welcome You are welcome You are welcome على الرحب والسعة أو لا شكر على واجب Excuse me Excuse me Excuse me المعذرة أو اعذرني أو اسمح لي I am sorry I am sorry I am sorry أنا آزف I don't understand I don't understand لم أفهم Do you speak English? Do you speak English? هل تتحدث الإنجليزية؟ Can I help you? Can I help you? هل يمكنني مساعدتك؟ Can you help me? Can you help me? هل يمكنك مساعدتي؟ Can you show me? Can you show me؟ هل تستطيع أن تريني؟ One moment please One moment please لحظة من فضلك Please Please رجاءً أو من فضلك لو سمحت Where are you come from? Where are you come from? من أين أنت؟ I am from Japan I am from Japan أنا من اليابان This is so expensive This is so expensive هذا مكلف جداً أو غالي جداً أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه العبارات المهمة في التواصل باللغة الإنجليزية وشكراً على متابعتكم وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله Thank you very much for your listening شكراً لكم على حسن متابعتكم ونلتقي في الدرس القادم إن شاء الله شكراً لكم